مجزو الثالثة أهلا بكم بداية ومتابعة لحادث انهيار عمارة بحي 770 مسكنا بطريق الحمر ببلدية بشار دون وقوع أي خسائر بشرية تدابير استعجالية تخذت للتكفل بالعائلات المتضررة حيث تم ترحيلها بشكل فوري إلى المنطقة العمرانية بحي تغلي تزامنا مع مباشرة المصالح المختصة تحقيقا من أجل تحديد الأسباب والظروف هو ريا كريم على إثر انهيار عمارة سكانية بحي 770 مسكنا طريق الحمر ببشار وفد وزاري من وزارة السكن يحل بولاية بشار لمعاينة حجم الأضرار والوقوف على مجريات التحقيق في أسباب وتداعيات هذه الحادثة مع صلاة الصبح بدنا نسمعه ترتكس حكوة الديفيسيور حكوة تعالحيوت بعد حبس شوية بعد معاجوية هل 8 صباح ولا صلاة واحدة لكل هزة الأرضية يتقول لهزة الأرضية وهي الليبوتو هذوق تقرضو كي صلاة هذوق 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 الثلاثة وعشرة سمعنا هذوق المشكلة عاود على الثلاثة وعشرين دقيقة زاد الطردق زادنا السلوطات وعدونا باش ها واش ديرو ها واش ديرو وقفة الحيمة المدنية الشرطات الدرق الوطاني قاموا بالواجد متاحهم الوزير كان يتابع يعني كثب تطورات هذا الملف وعقد جلسة ليلية حيث طلب مننا تنقل فريق طلب من لجنة كاملة أن تتنقل إلى عين إلى المكان من أجل مواصلة وإجراء خبرة مدققة من شأنها أن تحدد المسؤوليات بعض المعطيات تقول بأن بعض التجار أحدثوا تغييرات على مستوى الطابق السفلي قد تكون من بين هذه الأسباب هذا وقد قامت السلطات العمومية للولاية فور تلقيها خبر حدوث تشققات بالعمارة بإجلاء جميع ساكنة العمارة محل الحادث والعمارة المجاورة في خطوة احترازية لأي طارق ليتم ترحلهم إلى سكانات جديدة بحيث غليين أخذنا إجراءات استباقية أننا أخذنا العمارة وجدنا عمارة واحدة أخرى وسكننا المتضررين ووفرنا لهم الأغطية والأفريشة والأغذية يعني كل شيء وربطنا هذه العمارة بكل مستلزمات من كهرباء وماء وغاز للإشارة فقد تم إفاد تقنيين من مصالح الهيئة الوطنية للرقبة التقنية للبناء من أجل التحقيق في أسباب الحادث كما ستشمل العملية تشخيص كل العمارات المحيطة بها للتأكد من سلامتها من جونيف رفضت الجزائر بشكل قاطع وواضح الابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وباقي الوكالات الإنسانية حيث ندد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجونيف رشيد بلدهان بالحجج الواهي التي لا أساس لها والتي يتذرع بها هذا البلد ليعرق لعمل الهيئة الأممية في تطورات الوضع المأسوي بقطع غزة استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف صهيوني عنيف استهدف مدرسة تأوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب القطاع فيما ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة في جباليا أسفرت عن ارتقاء نحو ثلاثة وثلاثين شهيدة يحدث هذا في ظل تسعيد غير مسبوق من قبل قوات الاحتلال على مناطق شمال القطاع والذي يمنع وصول المساعدات والغذاء والدواء إلى السكان الاحتلال الصيوني يصاعد من جرائم التطهير العرقي علاوة على استهداف المستشفيات والطواقم الطبية وذلك في اليوم الخامس عشر من الحصار المشدد على شمال القطاع في لبنان سجلت وزارة الصحة اللبنانية خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية ارتقاء ستة شهداء وإصابة نحو سبعين آخرين ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء العدوان إلى الفين واربعمائة وثمانية عشر شهيدا وأزيد من أحد عشر ألف جريح هذا وكشفت لجنة الطوارئ الحكومية اللبنانية عن تسجيل سبع وثمانين غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب والنبطية ليصل عدد الغارات منذ بداية العدوان الصيوني إلى عشرة ألاف وثلاثمائة وثلاث وثلاثين إلى ذلك توصل المقاومة اللبنانية ضرباتها المحكمة بالصواريخ وطائرة المسيرة والتي وصلت إلى قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة بغية تقييم تظاهرة نهاية أسبوع الإبداع الأفريقي الفين وأربعة وعشرين التي احتضنتها الجزائر من السادس عشر إلى تاسع عشر أكتوبر الجري نظمت وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع بنك التصدير والاسترادة الأفريقي ندوة صحفية بقصر المعارض حيث أجمع المشاركون على أهمية تشجيع المواهب الأفريقية في شتى مجالات الإبداع وترقية النقاش الفني وبحث فرص الشراكة على مستوى مؤسسات ودول القارة الندوة عرفت حضور نائب الرئيس التنفيذي لبنك تنمية التجارة والصادرات بين دول الأفريقية وممثلين عن وزارة الثقافة والفنون إلى أخبار الرياضة ومباريات الجولة الخامسة من الرابط المحترفة لكرة القدم حيث اعتلت أمس ملودية الجزائر صدارت الترتيب بعد فوزها على مضيفها اتحاد خنشلة بهدف دون رد بعد اتعادل أولمبي أقبو أمام أولمبي شلف عفوا سلبا دون أهداف فيما تغلب وفاق الصيف على ضيفه ترجي مستغنم بهدف دون مقابل هذا هو تعادل اتحاد الجزائر أمام شباب بلوزداد سلبا دون أهداف بملعب الخامس جوليا الأولمبي على أن تستكمل اليوم بقيات المباريات ختم المجاز مشاهدين والعودة لزميلة فيزا ومتابعة ما تبقى من برنامج مبعد المنتصف